وعلكن قبلها عندنا اختبار في كاس الأمم أعتقد يا أسامة اختبار تقيل جداً اختبار تقيل لأن المنتخبات الأفريقية بتتطور الكرة الأفريقية بتتطور ما بقاش في حاجة اسمها منتقب ضعيف وأعتقد يعني ده اختبار حقيقة فيتوريا بالتأكيد خاصة أن أنت دايماً وأبداً بتبني على أنت حققت إيه مع المدير الفني السابق عشان لما يجي مدير فني جديد يقول لك أن أنا قدرت حق نجاح بمعنى بمعنى كارلوس كيروش قدر مع المنتخب المصري يصل إلى المباراة النهائية قل بقى تحفظتك على الأداء على الإكسر تايم طول الأدوار الإقصائية قل اللي أنت عايز تقوله ولكن في النهاية هو وصل لمباراة نهائية كانت رقلات الحظ الترجحية عامل أساسي في أنك تقسر البطولة أنت متخيل المستوى الفني أكيد لمنتخب السنغال كان أعلى من المنتخب المصري ولكن في النهاية قرة القدم بتعترف بالبطولة أنت رحت لعابة النهائي وصلت لرقلات ترجيح فقط اللق وكان المشهد الشهير لترزيجيه مع محمد صراحي نجيه تاني بطولة بنخسرها وشوفنا مشاهد مؤسفة ولكن في النهاية أنت وصلت لمباراة النهائية فأنت داخل بتحدي أن أنت عشان تقول أنا أديت إضافة هيبان الإضافة دي على مستوى الأداء في البطولة على مستوى النتائج طب إن نتائج اللي أنت محتاجة أو أن أنت يفتقد هذا الجيل الجيل ده وصل إتنين نهائي أمم أفريقيا خسر الإتنين نهائي محتاجين ده نحق البطولة بالتالي هتبقى إضافة وبالتأكيد تاريخ كبير للجيل ده وتاريخ كبير لروي فيتوريا اللي هو بيتعامل مع منتخب مصر بشكل طبعا لتصرحاته أنه حابب جدا قيادة المنتخب المصري واختيار بالنسبة له اختيار موفق من وجهة نظره وحابب هذا الاختيار فأنا نتمنى إن شاء الله يكون أمم أفريقيا هو الاختبار الحي اللي ينجح فيه روي فيتوريا ونبقى أبطال هذه القرة لأن الحياة بعد قوي اللقب عننا أو احنا بعيدنا قوي عن تحقيق اللقب منذ 2010 نتمنى إن شاء الله هذا المنتخب يحقق اللقب وبإذن الله يكون دفع لاستكمال تصفيات كأس العالم بالصعود وصدارة المجموعة